السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفضاء ما كان يبان من بعيد انه هادي وجميل وما فيش فيه ضوضاء ولا مشاكل لكن في الحقيقة الموضوع مختلف عن كده تماما الفضاء بالرغم من كونه مكان جميل فعلا اللي انه بيعتبر واحد من اكتر الاماكن رعبا على الاطلاق وده يمكن بسبب حجمه المهول واللي ما نعرفوش لحد دلوقتي الفضاء حرفيا عبارة عن فراغ ملهوش نهاية وبيحصل فيه بقى حاجات كتير مرعبة زي الهزل براكين انفجارات كواكب بتمطر احجار ونيران نجوم بيتم ابتلعها بل ومجرات بتبتلع مجرات تانية كمان اهلا بيكم انا عمر عبدين والحلقة دي هنتكلم عن حقائق مرعبة عن الفضاء وقبل ما نبدأ لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول سمعت قبل كده عن سماء بتمطر حجارة؟ الوضع ممكن يكون غريب ومخيف في نفس الوقت اللي احنا نعرفه ان السماء بتمطر مية ولما الموضوع بيبقى شديد شوية بتنزل تلج لكن عايزك تتخيل معايا بقى الامطار على بعض الكواكب التانية شكلها ممكن يكون ازاي؟ كوكب كوروت 7B هو كوكب بيبعد عننا حوالي 480 سنة ضوية والكوكب ده طول الوقت السماء بتاعته بتمطر حجارة بالاضافة للبراكين اللي بتثور على سطحه باستمرار والكوكب ده من الكواكب المنغلقة مداريا يعني مش بيدور حوالي نفسه زي الارض وده بيخلي درجة حرارة سطح الكوكب منقسمة لجزئين النص اللي باصس ناحية النجم اللي بيدور حواليه الكوكب درجة حرارة سطحه بتوصل لألفين درجة مئوية والجزء التاني اللي باصس بعيد عن النجم درجة حرارة سطحه بتوصل لـ 220 درجة مئوية تحت الصفر وخلينا نروح لكوكب تاني كوكب بيكاسي B51 هو واحد من الكواكب اللي تم اكتشافها مؤخرا وبيدور حوالي النجم مشابه للشمس بتاعتنا إلا إن الكوكب ده المطر عليه زي الجحيم درجة حرارة سطح الكوكب ده بتوصل لحوالي ألف درجة مئوية وبسبب درجة الحرارة العالية دي كوكب بيكاسي B51 السماء بتاعته ما بتكونش صحب من بخار الماء زي عندنا اللي بيتبخر من الكوكب ده هو الحديد وهو اللي بيكون صحب وغيوم من بخار الحديد فلما بيتكسف مطر على سطح الكوكب ده المطر بيكون حديد مصهور ولو رجعنا شوية ناحية أرضنا ودخلنا مجموعتنا الشمسية هنلاقي إن كوكب الزهرة السماء بتاعته بتمطر أحماض وده لأن الغلاف الجوي لكوكب الزهرة بيحتوي على صحب محملة بحمد الكابريتيك وعلى ذكر مجموعتنا الشمسية فالشمس زيها زي إنجوم تانية كتير بيحصل عليها عواصف شمسية جديدة والمعروفة باسم التوهج الشمسي والعواصف دي بقى بتهدد التكنولوجيا الحديثة اللي موجودة على أرضنا بل بتهدد أرضنا كلها الأشعة السينية والأشعة فوق البنفسجية اللي بتنبعث من الشمس بتوصل للأرض بسرعة الضوء وده بدوره ممكن يتسبب في انقطاع الراديو وأخطاء في النظام الملاحة والأأمار الصناعية ممكن تنفجر أو تتلف وطبعا ده ينتج عنه حوادث وغرق سفن وممكن تحطم طائرات وفوق كل ده الأأمار الصناعية دي لو انفجرت جزء كبير منها ممكن يرجع للأرض على هيئة قطع معدنية مميتة لو وقعت على أي حاجة أو أي حد وعلى ذكر التوهج الشمسي في حديثة حصلت من مدة مش بعيدة في يوليو عام 2012 حصلت أقوى عاصفة شمسية شافوها البشر من 150 سنة لكن العاصفة دي ما ضربتش الأرض بفرق بسيط وضربت مكان تاني وزي ما كانت ممكن تضرب الأرض وقتها فهي ممكن جدا تضرب الأرض في أي وقت تاني في المستقبل رغاض الفضاء دايما بنشوفهم لابسين بدلة مخصوصة لكن هل عمرك فكرت هم ليه يلبسوها وإيه اللي هيحصل لو طلعوا منها وهم في الفضاء درجة حرارة الجسم الطبيعية هي 37 درجة مئوية والضغط في الفضاء منخفض جدا وبالتالي درجة غلان السوائل هي كمان بتنخفض ومع الانخفاض ده السوائل الموجودة في جسم الإنسان بتبدأ تكون فقعات غازية وده ممكن يتسبب في أن جسم الإنسان ينتفخ لحد ما يوصل لضاعف حجمه تقريبا لكن بالرغم من الانتفاخ ده مش هتنفجر ولا حاجة زي ما بعض الناس معتقد جلد الإنسان قابل للتمدد لكن مع ذلك هتفقد وعيك تقريبا خلال 15 سنية لأنك هتكون خلال المدة دي استهلكت كل الأكسوجين الموجود في الجسم ولو حاولت تعمل ناصح وتكتم نفسك الرئة ممكن تنفجر في لحظات معدودة والموضوع مش هيوقف لحد كده الإشعاع الفضائي أو الإشعاع الكوني هو واحد من أخطر الحاجات الموجودة في الكون كله والفضاء الخارجي نسبة الإشعاع فيه كبيرة للغاية ومبدئيا كده الإنسان لو تعرض لنسبة إشعاع كبيرة بيرتفع عنده معدل الإصابة بالسرطان وبحروق الجلد وأمراض القلب كمان واللي بيحمينا من الإشعاع ده على سطح الأرض بفضل الله هو المجال المغناطيسي للأرض النيازك واحدة من الأجرام السماوية اللي بتدور حوالينا في كل مكان تقريبا وهي عبارة عن أجسام من الحجارة وبتتشكل من صخور الكواكب والكواكبات والأمار الموجودة في الفضاء والنيازك لها ثلاث أنواع رأسية نيازك حجرية ونيازك حديدية ونيازك حجرية وحديدية في نفس الوقت ومن الجدير بالذكر أن النيازك مش بتستأذن قبل الوقوع يعني ممكن نيازك يضرب الأرض في أي لحظة وفي عام 2013 اتصاب ما يقرب من 400 إنسان بعد انفجار نيازك فوق الجبال في روسيا واللي حصل ده ممكن يحصل تاني وفي أي وقت وعلى أي مكان على سطح الأرض لكن من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بينا هو وجود كوكب كبير وضخم جدا بالقرب من الأرض ألا وهو كوكب المشتري كوكب المشتري بيمتلك جاذبية قوية جدا لدرجة أنه معروف من علماء الفلك باسم المكنسة الكهربائية للنظام الشمسي المشتري بيجذب تجاهه كل الأجرام السماوية الصغيرة اللي ممكن تكون في طريقها للاستضام بالأرض واللي زي المزنبات الصغيرة والكواكبات والنيازك وغيرها من الأجسام السماوية التانية واللي ممكن لو عدت من جاذبيته تسبب كوارث مهولة لا يحمد عقبها أكيد سمعت عن السقوب السوداء أساطير كتير بتدور حواليها أجرام معروفة باسم أشباح الكون كتلة بتتحرك في الفضاء بسرعات بتوصل لـ 8 مليون كيلو متر في الساعة الوحدة بتشفت أي حاجة معدية ناحيتها وبتبتلعها وجاذبيتها قوية جدا لدرجة أن حتى الضوء ما بيقدرش يفلت منها وبتتكون الثقوب السوداء لما بيحصل سوبر نوفا أو انفجار لنجم ضخم كافي أنه يكون ثقب أسود ومن الحاجة الطريفة فيما يخص الثقوب السوداء أنه لو فيه إنسان دخل ثقب أسود هيتعرض لما يسمى بالتحول للإسباجيتي علم الفيزياء بجامعة كاليفورنيا جو بولشينسكي في ظاهرة معروفة باسم الإسباجيتي في كيشن لو وصلت لثقب أسود وتعديت الحد النهائي اللي بتسمح بيه مرونة جسمك جسمك هيتقسم لنصين وساعتها هتشوف نصك التاني بيسبح قدام عينيك في الفضاء والعملية دي هتاخد لحظات معدودة قبل ما تتحول لزرات متناثرة في الفضاء وبالرغم من إنك هتكون بتصرخ وقتها إلا إن ما فيش حد هيسمع صوتك هناك وده لأن الفضاء صامت تماما تخيل نفسك كده واقف في مكان فاضي خالص لوحدك ما فيش أي صوت ولا أي حاجة حواليك حتى صوتك نفسه ما بتسمعهوش يا ترى إحساسك وقتها هيكون إيه أهو ده بقى إحساس قريب من إحساس أي حد طلع الفضاء الفضاء ما كان صامت للغاية ما فيهوش أي أصوات بالرغم من وجود مسببات الأصوات بالفعل يعني كتلتين يصطدموا قدام عينيك وما يطلعش منهم أي صوت انفجار كامل يحصل وما فيش برضو أي صوت وده لأن الصوت بينتقل عن طريق اهتزاز جزائقات الهواء الموجودة حوالينا داخل الغلاف الجوي وبما إن الفضاء ما فيش فيه هوى فبالتالي ما فيش أي حاجة تنقل الصوت ده من مكان للتاني وبكده نبقى تكلمنا النهاردة عن حقائق مرعبة عن الفضاء تحبوا نتكلم عن إيه في الفيديوهات الجاية؟ اكتبوا لنا في التعليقات ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والناس اللي أول مرة تشوفنا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس علشان توصلكم فيديوهاتنا أول بأول وشوفكم الحلقة الجاية اه حاجة أخيرة لو حابين تتعرفوا أكتر على الدول والمدن والمعالم الأثرية والمزارات السياحية في قناتنا الجديدة الرحالة هناخدكم في رحلة كل أسبوع لمكان جديد هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف اشتركوا فيها وفعلوا الجرس واللي اشترك اكتب في تعليق تحت الفيديو انه بقى رحال جديد سلام